أنا اتصال من عند مستمع من ديت مراكش سعب السلام السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك فيك و أحبا بك الحمد لله لا يخطي الحمد لله تبارك الله عليك سعب السلام تفضل مرحبا سعب السلام مساء الخير تكنيسيان وخطام الموين في اللوغل كنت على حساب الساكان مثلا ومسيت لبانكا ومسيت لبانكا ستشرفت معهم هذا وقال بي اشحال ويجري لك شي كثير وقلت ويلة وما تقتضوا ومالين قرعوا ماذا يكبرت كيف يقولوا ومو بغادي فيها نقول لك واحد ماشر سانة مستعمرة مكنوا تسيت صديقي والله يجزي بخير وكنت كل فلوس اللي كنت كان نجمع بس واحد القمط ما فيه لا شيك لا بالا كارت مثلا باش نبقى النهز فاندوح الساواق بس ام تحرر بس ساعدك واندوح من فيجد بس قمع انتوسر اذا كان مقاتل فإن قد اكتون بالتأكيد للعبة ام تؤكيد والله يجب الحمد لله نعم فهذا كانت مهلت المنشفى ويقضي المنشفى للا يوجد المنشفى تنسل ولكن سيطال وعندما أخرى كانت بتجميع محلات المنشفى لم تكن تحديث بحضر تحديث ويقوموا بمعنشف ويقوموا بفتل نتصابها ويقوموا بفتل نعم لتأكيد التجارة التي أحصل لنا من العامل أبحث عن عليكم هل لديك ملف؟ هل لديك أحد المحل؟ لا، ليس لكن ليس من المحل هل هل كنت تجنيسي في الشركة؟ نعم هل هل عليك أن تجنيسي أحد اسفل؟ من انطبخه جدًا لديك أمام عبادة لديك أمام التجارة من مدة لديا كان ذلك، و وعلما هل ستعملتك، أعمل المشروع الذي يستمر بناهج؟ كم صحبتها، أنا أعمل في مجمع فوقف الإجراء بالقهمة هل ما كان ذلك؟ هذا صحب على الأدواني، الواقع، أنا خارجية في الأدواني، نعم وهذا يمكنك فتحكم أجل تلك كل مختلفة التي تستخدمك نعم، 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 نعم نعم، نعم، هل ستبقى بخاطرها بصفة الإجراء الغداء في الأول؟ نعم، 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 نعم ونرى التجاريخ لتعرض أو لا. لنرى الجانب القانوني إذا كانت تستطيع 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 تسليلها. المشروع الضروري هو دراسة لأنك تكون واقعي مع رأسك. وإنهار تستطيع تستطيع تسليلها. لنهار تبدأ تستطيع 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 تسليلها في السوق. معرفة من أن أرى تستطيع تستطيع تحديدها. عندما تعلم تستطيع تزالي إلى، ولكن لن تستطيع تستطيع. هذه السعارات لم يعد تستطيع تأجاب أخرائها. فلا تستطيع تعمل تيزالي يتمكنون بشاركي. فإنino إذا المعرفة من يدفعون أخر. وإنما تدركها. بروفتي Waste Agreement. أو عجلًا أي طبعه الإنسان أو الموئد للركيس. وانجعلًا أي وثانًا أرصه. شكراً أيضًا... ماذا الناس الذين قدروا يعملون معي وماذا الناس الذين أعرفون أو الناس الذين يخرجون من التكويل المهانيين الذين يمكنهم إعطاءهم الحرفة ومتبعهم ومتعل دراسة المالية لك غير لكي تعرف دراسة الجدواء لكي تعرف ما المشروع ستربح فيه نعم بارك الله وحاجة الثانية لكي تسالي أنت ستقوم بموازنة مع أنك أخذ دام لا تنسى أن ترى السويع يمشون لك في الخدمة أو لا؟ نعم يعني الجد الذي ستعطي المشروع لكي لا يكون 100% لا لا يكون لذلك يمكن أن تحفظه بشكل خلصة التي ستعطي الجد و تحسب معه نعم من بعيد نعم نعم ستعطي المعارف و الكلياني الذي لديك و لكنك تحفظه لأنه هو الجد الذي لا تستطيع أن تقوم بها هو ستعطي المهم و تحسب الأرقام لا تحسب بشكل خلصة لأنه هو أولد الناس و أنت أولد الناس هذا الأمر مزيدة تكون في الأول و لكنكي يكون أي شيء فيها عقد لا تستطيع أن تستطيع نعم نعم نضع دراسة نضع لكي تصالح و أهدافك و أهدافك هل أنك تعد عن المهمة و كنت تدخل إلى المهمة و seed لم تكن من المهمة و لكنكي تحصل جيدا لأنه حسنا نعم 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 وربما هذه الأعوام الأولى في مشروعك هو الذي ستضرب لك لانتريدك في 300 نعم نعم يعني كنت تكون مدة زمنية لأن تتطورها ستكون لديك شيء يتطور بزيادة نعم إذا كانت تقدرون اليوم أن تدخل فيهم فلوس فلا يستطيعون لا يستطيعون هذا الشخص يحاولون أن تحاولون توقيت لذلك يدفع في مشروعه الله يحب ولي بك الله يبرك فيك شكرا مرحبا بك سعب السلام من دينة مراكش هنا يعني الحوار اللي دار اليوم يعني كان عداد من النقاط اللي التارو فشنو ممكن قوله المستمعي اللي دازوا معنا في الحلقة دي اليوم الأغلبية كن يجوج نقاط اللي رجعوا بزاف النقطة اللولة هي دي المسؤولية والتنظيم يعني المسؤولية دي النفقات ديالي والتنظيم ديالي وكيفاش نعرف الدخل نحدده وكيفاش نعرف أنني نسير النفقات ديالي ونحطشنهم الحاجيات وذي يعني ميزاني يخص ضروري إنسان يحطه ستكون عنده واحد الهدف مالي بغي يوصليه أنا كنقول الهديمة ونبقى نعودها أنه توفير في حداته مزيان مالكين رمشي كهدف هو وسيلة باش نحقق شي حاجة بغي نزيد الربح فلوس ونستثمر بغي نزيد نقرة ونستثمر فراسي بغي نزيد في الأرباح ديالي رخصني نبيع ونشري كتبقى كوسيلة ولكن ركت تخليلك واحد ضمانة مالية اللي نتخدمه ومرتاح الجانب الثاني للتاربو الساف هو قديد المشاريع نسخ دامين وبغني ندرهم مشروع وهي في حدتها نقدرنا ناخدها بالجانب المالي وكذلك الجانب الاجتماعي لأنه سيحل باب ديال الرزق جوج عائلة جوج لا تدير الأسر سيحل لهم باب رزق هذا هو الجانب الاجتماعي الجانب المالي حت كنا ندره على مشروع مشروع الدم وقويمات دياله جيبي جيبي وجيب ديال المشروع جيب ديال المشروع يعني الدراسة اللي كان دير أنا باش نحط الميزانية ديالي ندر دراسة ديال الميزانية ديال المشروع هذا المشروع اللي أنا أخدام في رأني مو تضفة كندر رأسي واحد للخلصة رأي الشركة الكبار كتلقى هذا الديجي اللي تقدر بعد مرة تتلقاه هو ملشي رأي دراسة هو خلصة رأي مشيك يجيوك يهزم الكونت كيف ما بغ غير هو متابع بذك شي تسكين فسكالو كونتابيريتي ولكن تنتق إلا شتي هاد الموضي الناجحين ثانا نفرضهم على رأسي يكون واحد الجانب من ضيمي المشروع رأي مقويمات دياله عنده مصاريف دياله عنده مداخيل دياله وخصك تباع الكونت بونكير ديال المشروع رأي مشيو الكونت ديال البرسونال كتتخلط كتتفصل بعد بنادج وجوج ما يبقى الخلط كمساك يكون عندك واحد رؤية كتكون واضحة في كمشيو لي فلوس ديال الاسرة وفي المشروع ديالي كنخسر فيه فلوس كنخسر ويمتخسني الربح وهنا هيك أسبقها أن الإنسان الجانب من ضيمي ويعب القرارات المالية اللي كيتاخد بالفعل شكرا لك بزاف أستاذ محمد الوزنة إذن مستمعين بهذا كنوص نهاية حلقتنا اليوم كان معكم فؤاد بيس تقديمات الحلقة في الإخراج رفقنا يونس مكورن نتلقى وقتنا إن شاء الله إلى اللقاء نتلقى وقتنا اشتركوا في القناة